أهلا بكم متابعي قناة فروم مروكو في نصرة إخبارية جديدة وهذا أبرز عنوانها قطع يدها لسبب غريب شخص يشرمل زوجته بطريقة وحشية والآن إلى التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع اشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو كشفت السيدة التي تعرضت للعنف على يد زوجها تفاصيل دقيقة عن واقعة الاعتداء وكيف تم قطع يدها وشرملتها بواسطة السكين من الحجم الكبير بمنطقة أربع الغرب نواحي مدينة القنيطرة وقالت الضحية أن زوجها قام بالاعتداء عليها بشكل مروع لدرجة أنها فقدت يدها وأصابعها من شدة الضربات التي تلقتها بواسطة السكين دون أن تكشف عن السبب الحقيقي وراء اندلاع هذا الخلاف وأوضحت السيدة أن زوجها طلب من زوجة أخيه أن تخرج أبناءه إلى الحديقة من أجل اللعب من أجل الاستفراد بزوجته لوحدها داخل المنزل والاعتداء عليها بطريقة بشعة وأضفت السيدة أنه حينما إنهال عليها بالضرب خرجت من المنزل وقصدت منزل عماتها بأربع الغرب من أجل الإختباء عندها لكن حالته الصحية تضهرت ما جعل أقاربها يسارعون إلى نقلها إلى أحد المستشفيات بمدينة الضار البيضاء كنتم مع نصرة إخبارية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر